السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حباً قرار من تبعي قناة لاتجيمز وكل اشياء قلع بجال لكم فيديو الجديد بالقناة من لعبة موترين ورشيب اخبار مهمة راح تعرف علي بهذا الفيديو اضافات مهمة جداً وقوية كذاك هتعرف علي بهذا الفيديو يا اصدقائي لكن قبل ما حتشي بهذه الاضافات والامور مهمة اللي طرحتها الشركة امس يا شباب ارجع ذكركم شيء مهم انه الرموز الترويجية كثير من الشباب بدي سألوني الرموز الترويجية اللي راح ننشرها واللي تحطها الشركة لكم فقط على موقع التليجرام ممكن على الدسكورد كذلك فرابط قناة تليجرام بالتعليق المثبت الرموز الترويجية لكم جوائز مجانية من اللعبة يا اصدقائي واحنا اقتربنا من الذكرى السنوية الاولى باقينا تقريبا دعش او اثناعش يوم يا شباب فطبع تليجرام واشتركوا وتابعوا هناك الامور اللي ننشرها يا اصدقائي اوكي حباب قبل حطونا لايك خلنا ندخل للتفاصيل المهمة بهذا المقطع كنا ننتظر سفينة الارسنل من تقريبا ثلاثة اشهر لمن لاعرف هاي السفينة حاليا موجودة عد البوتات واللي احنا نشوفها فالشركة اعلنت عن تفاصيل التسليح الشبه نهائي لهاي السفينة وتعديلات كثيرة صارت على هاي السفينة طبعا الشركة اول شيء شركتنا بصورة للسفينة تعرفنا عليها على بدنها البدن مالتها رح يكون يا شباب السفينة اربعمائة الف يعني مثلا احنا نضافون اليو اس اس سي جي بسبعين مليون شدة بثلاثمائة وثمائة وثلاثين الف البدن مالتها رح يكون اربعمائة وثلاثتعش الف اي تقريبا خلينا نقول قريب من الناخيموف البدن مالتهم التسليح مال ارسنل تمتلك اربع صواريخ للاطلاق وتمتلك اربع راجمات يعني اكس اربعة وتمتلك مدفع ريل قان لكن مختص بال ارسنل يعني مثل المدفع اللي اضافه على السفينة الصينية سي ان تايب كان هذا المدفع الكهربائي الان اكون مدفع خاص بال ارسنل وهذا المدفع يا شباب يطلق ثمان اطلاقات كل اطلاقات لتالاف دمج مجموعة دمج يكون اربع وعشرين الف يا اصدقاء يعني انت اذا اصيب الهدف اربع وعشرين الف دمج كأنما انت عندك مدفع مونرايك او مدفع الجديد تيم اف تطلق باطلاقة واحدة لكن هذا ثمان اطلاقات كهربائية على السفن او الغواصات او الحاملات الدفاع الجوي الحدي مو مكتمل لكن اتوقع بين ثلاثة وبين اربع يكون دفاع جوي تمتلك هاي سفينة والشركة قالت انه هذا شبه نهائي يعني ممكن يكون تعديلات تصير عليها سابقا كان شهر الماضي بدل من ارسنل 330 الف تقريبا حسن ما اذكر شفت الصورة مالتها كانت الان سواني 413 الف اذا يعني رفع سوالها بوف كلش قوي بالبدن يعني رفع تقريبا 70 الف او 80 الف البدن مالته هذا يحسب لهم ننتظر نعرف تفاصيل السرعة مالتها والمناور والرادار فور نزولها طبعا الشركة اطلتنا ملاحظة قبل كم يوم انا حشيت بالتليجرام هذا الامر وهحشي لكم بالفيديو قالت احتمال تطرح السفينة مع البلاك ماركت اي قصدهم مع شنو مع السوق السوداء شبه مكتملة او تقريبا اكتملت هذا الشهر يعني اذا طرحت الشهر او نهاية هذا الشهر الخامس اللي وينزل التحديث الجديد فممكن نرى البلاك ماركت اللي طال انتظار من بداية السنة الآن صار لخمس اشهر او ستة اشهر قبل بداية السنة من نهاية السنة اللي الفاتت تكون انتظر بلاك ماركت والآن ممكن يطرح بالتحديث القادم يا شواب لكن اكو تغيرات ستعبلاك ماركت رح نتعرف عليها ان شاء الله اكثر بعد ما حصل معلومات اقوى عن اللي عندي حاليا ما قدر اقولها كلها لكن عندي معلومة بسيطة حول احصل اكثر حتى احكي بها فيديو خاص يا اصدقائي الامر الاخر مودة دبابات او طور دبابات وطدنا خريطة جديدة بهذا الطور رح نشوفكم الان الخريطة يا شباب وحشيكم داخل الفيديو شنون اني ممكن نستفاد من هذا المقطع اوكي اصدقائي مثل ما يشوفهم قدامكم مقطع ثلاثين ثانية شركة الشركة ويانة المفاجئة الاولى وهو تغيير التسليح الكامل لدبابة اليوبرد 2A7 بالفيديو السابق اللي نزلناه قد تسليحها الشبه نهائي انه كان الدبابة بها نوعية مدفعية الان التغيير البدن 28000 صار بف كبير لها ثلاث انواع من اطلاقات المدفعية بالاضافة الى صاروخ موجه و رشاش يا الهي دبابة اليوبرد 2A7 بعد التحديث اليجاه اكتملت تقريبا مدفعية والمفاجئة الى صاروخ الى صاروخ موجه رشاش الى صاروخ لكم تخيلون هذا تسليح بلوبرد أي سبعة بعد التحديث اليجاه اكتملت تقريبا المدبابات والمفاجئة ممكن تكون في 13 خمسة ينزل الموت او نهاية الشهر وبالزايد اقصحت الشهر اللي بعده لكن اتوقع هذا الشهر يكون مود دبابات كامل ويطرح باللعبة وكلنا متحمسين لهذا المود يا شباب الخريطة مثل ما يشوفون قدامكم مكان صحراوي بالاضافة الى حاملة الطائرات موجودة تتسع لأكثر من خمسة ضد خمسة لكن ما عفل الشركة ليش غافلتنا على خمسة ضد خمسة على أقل مدبابات تتسع لأكثر من خمسة ضد خمسة سبعة أو عشر ضد عشر يكون ممتاز جداً وحماس أكثر من خمسة ضد خمسة يا أصدقائي نمشي في الفيديو أكثر حركة ومناورة الدبابة جداً جميلة جميلة يا أصدقائي والله أوكي ملاحظة هنا أخرى شوفوا الدبابات الأخرى وين؟ الدبابات الأخرى وين؟ شفتوا مساحة الخريطة جد كبيرة وعملاقة الصحراء مجموعة الصخور هنا حاطيننا مثل أيضاً ما أدري كفرات والحاملة تقدر تصعد عليها بهاي الخريطة وتأخذ بها كفرات تقاتل عليها كذلك هناك دبابات الأخرى على التلة على الجبال جداً جداً هاي الخريطة راح تكون ممتعة والقتال بها راح يكون جميل وهي الحاملة الطائرات راح تكون هي أضافة لهاي الخريطة أدن هاي الخريطة الثانية الرسمية بعد خريطة الصحراء والمدينة اللي عرضوها بالفيديوهات السابقة إذن يا أصدقائي موعودين إحنا من اللعبة بسفينة الأرسنال وبلاك ماركت وتغييرات كثيرة باللعبة بالإضافة إلى الطورة الجديدة المنتظر من ملايين اللاعبين اللعبين اللعبون اللعبة حول العالم وهو طورة دبابات اللي راح يكون موجود باللعبة طبعاً الدبابات راح تنزل راح تكون أكو إياها أكثر من طور حسب كلام الشركة أو أكثر من مود مبدعياً قد تكون المود الأول هو مود الأركيد اللي خمسة ضد خمسة تفجير لكن هكو هكو مود الاحتلال وكاحتمال مود يصير الدفاع أو الاندفاع بالدبابات رأيكم وتعليقاتكم عن تسليح إمكانيات الأرسنال وكذلك عن طور الدبابات يا شباب وملاحظة ممكن تكون الأرسنال بالذهب يا أصدقائي ممكن تكون بالذهب شوفكم دي قدم مع السلامة